مغربي أبو بكر زعيتر بطل العالم لفنون القتال المتنوع MME يعتبر من الرياضين الذين رفعوا راية وطنهم الأم عاليا في سماء المحافل الدولية وذلك من خلال إنجازاته الكثيرة في هذا المجال جدير بالذكر أن هذا النوع من القتال الحر من بين العديد من فنون القتال والدفاع عن النفس يلاقي شعبية متزايدة في العالم عاما بعد آخر التفاصيل في تقرير مرسلنا أبو عبيد اليندوزي الملاكم المغربي أبو بكر زعيتر بطل العالم لفنون القتال المتنوع MMA تأسس هذا النوع من القتال الحر عام 93 من القرن الماضي ويمزج بين العديد من فنون الدفاع عن النفس ويعرف شعبية متزايدة في العالم عاما بعد عام وكما أن لكل رياضة مجموها المميز فإن أبو بكر ولقبه أبو زعيتر هو النجم الساطع لرياضة فنون القتال المتنوع MMA حاليا وينتمي أبو بكر لأسرة محافظة من شمال المغرب تقطن في مدينة دوسلدورف غرب ألمانيا ورغم أن أبو زعيتر يعيش في مدينة كورن الألمانية إلا أنه اختار العاصمة الهولندية أمستردام كمكان للتدريب أخذ على عاتقه قطع مسافة 200 كم عدة مرات في الأسبوع مؤسس هذه الجمعية بطل مغربي آخر لعب دورا مهما في إيصال مجموعة من الملاكمين العرب إلى مستويات عالمية من بينهم أبو بكر زعيتر اسمي كمال الشبراني بطل العالم سابقا في الكيك بوكسينغ والتاي بوكسينغ بدأت في التدريب وأنا لا زال ملاكما دربت في البداية فوجا كبيرا من الجنسين أصبح العديد منهم أبطالا اليوم ويجمع مدرب وزملاء وأبو بكر زعيتر على تميز هذا الأخير ليس على المستوى الرياضي فقط بل على المستوى الشخصي أيضا إنه شخص مريح جدا خارج القفص لكن داخله جاد إلى أخص حد ويأبى أبو بكر زعيتر الذي ولد وترعرع في ألمانيا ويحمل جنسيتها يأبى أن يمثل علما غير علم وطنه الأمة المغرب رغم المغريات الكثيرة التي يتلقاها من الألمان عديت من الناس يسقسوني كيف وصلت لهذا النجاح وهذا المستوى والله أنا أقول لكم بكل صراحة أني بدت الرياضة كهوبي درتها كنت عندي كنت نخدمها كدام على عائلة ديالي وكنت كنت ندر الرياضة سبحان الله والله عندي شي جواب أكثر من صلاة الفجر لما حارست على الدين وعلى الصلاة كل ما كان قول من صلاة الفجر وهذاك أكبر ومن اعتمد على الله سبحانه وتعالى يكون دائما فوق إن شاء الله أبو بكر زعيتر نفسه يؤكد أنه لن يكون آخر أبطال هذه الرياضة من أبناء الجالية العربية في أوروبا أبو عبيد اليندوزي بين سبورتس دوسلدوف إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق ولكي يصلوا ككل جديد اشترك الآن ترجمة نانسي قنقر